بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الماجستير في تقصص الإدارة الإنشائية نستعرض معكم اليوم المحاضرة المتعلقة بالـ Building Information Modeling وتتخصص هذه المحاضرة بهذا اليوم على الموضوع Publish Your Work كيفية تنشر وتبادل الملفات المتعلقة بالمشاريع يعضمن تقنية BIM عنصر الرئيسية في هذه المحاضرة الـ External Collaboration Sharing the BIM Model Sharing Documents Sharing the 3D Model Reviewing and Future Trend العنصر الرئيسي اللي خلقت تقنية BIM وإمكانية التعاون والتشارك بين أطراف المشروع المختلفة وبين أطراد الفريق المسؤول عن تصميم أو تنفيذ المشروع الإنشائي وربط جميع الجهات العاملة في المشروع بالملفات الرئيسية والوثاة والمستندات والمواصفات متعلقة بجميع تفاصيل المشروع كما وابح من المقطط أمامكم إنه الـ BIM Model اللي اللاحبة هنا هو يربط لي الـ Owner يربط لي الـ Contractor Quantity Surveyor Manufacturers Information Providers الـ Ingenieurs الـ Building Certifiers الـ Agencies المختلفة الـ Architect designer الـ Users الـ Facility Manager كل الأطراف ذات الصلاب المشروع طبعاً الموديل يكون إلى منجر مسؤولة على الموديل لا يمكن تغيير وتعديل الموديل إلا بعد ما تحصل Approve من الموديل منجر ولكن كل الأطراف متاح لهم الدخول واقتراح التعديلات بعد ما يحصل الإذن بالتعديل يتم تمرير هذا التغيير أو التعديل وبالتالي أصبح بإمكان كل الأطراف الاستفادة من جميع تفاصيل المشروع الإنشائي اللي همنا في محاضرة اليوم هو كيف نتبادل معلومات المشروع ضمن هذه التقنية أصبح متاح وبكل سهولة تبادل الملفات بصيغ مختلفة تضمن الرسومات ثلاثية الأبعاد أو رسومات ثنائية الأبعاد أو صيغ الملفات القابلة لتحميل البيانات والحسابات والإحصاءات البيانات المتعلقة بالوثائق البيانات بصيغ ملفات يمكن تبادلها عبر الويب وصيغ كثيرة أخرى من الملفات القابلة لتبادل بين أطراف المشروع في هذا السلايد أحرض لكم نفذة تاريخية سريعة حول تطور الصيغ الملفات اللي بدأ استخدامها ضمن تقنية البي آي ايم واللي هي أشهرها الصيغة الملفات الـ IFC اللي هي نوع الملفات اللي يضمن الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالمشروع طبعاً اللي يطور هذا الصيغة هو تحالف من مجموعة الشركات اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي بنتها ثلاثة الشركات الرئيسية هي Graphisoft والPhotodisc والBentley اللي هي تتمتلك برامجية AutoCAD والGraphisoft والArchicad وبرنامج بنتلي هاي البرامجيات الأربعة الرئيسية من خصائص هذا النوع من الملفات والمواصفات الملف أصبح هذه الصيغة تشمل جميع تفاصيل المشروع فهذه بعض الحقائق حول هذه الصيغة من الملفات اللي تم تطويرها من أجل تعزيز استخدام تقنيات الBIM فأصبح الموديل عندما نحاول إلى صيغة ملف IFC بالإمكان من هذه الصيغة اشتقاق الكودز Structural Analysis NFG Analysis Cost Estimation Heat and Ventilation و Facility Management بكل سهولة وتبادلها بين أطراف المشروع هذا نعم مثال هذا وعبارة عن موديل اللي مبنى معين الملف بسيط الIFC ممكن نستخرج من عنده Structural Analysis كما وضح أمامكم تحليل الإنشائي تحليل الإجهادات والأحمال وغيرها والإنيرجي أناليسس استهلاك الطاقة بين الليل والنهار وتفاصيل السنة الكاملة حول استهلاك الطاقة لهذا المبنى صيغة أخرى أصبحت متاحة أيضاً للتبادل اللي هي ملفات في صيرة ال-XML أو ما تسمى Extensible Markup Language واللي هي سهلة تبادل الملفات عبر ال-Wave بحيث أنه المهندس في موقع العمل أو في جزئية من المشروع إذا ما يمتلك الحاسبة اللي عليها تفاصيل المشروع بالإمكان سهلة جزء من تفاصيل المشروع بالصيغة XML بإمكان أنه يتعامل معها لإنجاز الفقرة المسندة إليه طبعاً أكو صيغ فرعية من هذه الصيغة أكو AEC-XML واللي هي Architecture و Engineering Files وال GB-XML واللي هي Green Building تتعلق ب تقنية الهندسة الخضراء أو الأبنية الخضراء صيغة أخرى أيضاً أصبحت متاحة لتبادل بيانات ال-BIM واللي هي PDF أو Portable Document Format أي بالإمكان تحويل الرسومات والمواصفات والبيانات إلى صيغة PDF وإرسالها وتبادلها بين أطراف المشروع طبعاً صيغة مهمة هي أنه حجم الملف يكون قليل وسهل الاستخدام على مختلف الوسائل كالهواتر الذكية أو الهواتر اللوحية وغيرها طبعاً كلها تهدف إلى تعزيز إمكانية تبادل البيانات بين أطراف المشروع حتى وإن كان الشخص المستخدم بعيد عن الحاسبة الرئيسية أو الحاسبة الفرعية بإمكانه يحصل على البيانات المطلوبة التي تنفيذ الفقرة فهنا مثلاً ال-BIM ال-Tools of Documentation تصدر أنه ملفات PDF قد تكون رسومات مخططات تفاصيل ومواصفات متعلقة بجزء من المشروع الصيغة أخرى من الملفات التي يمكن خلال تبادل البيانات هي الملفات الرسومية .drawing وأيضاً بالإمكان الحصول على مخططات ثنائية الأبعاد وتبادلها بين أطراف المشروع الصيغة الأخرى ال-DWF وهي ال-Design Web Format وهي أيضاً من صيغة المهمة ولو كان الشخص يعني لا يملك أي وسيلة لإظهار البيانات بالإمكان تصدير البيانات المطلوبة بملف بصيغة ال-DWF يفتح أي متصفح في الإنترنت وتظهر الرسومات أو التفاصيل أو البيانات اللي يحتاجها المعندس أو الشخص المنفذ في موقع العمل وأيضاً هذه العملية سهل المراجعة بين أطراف المشروع فبالإمكان إذا كان استفسار على تفصيل صغير مثل موجود هنا أحد أطراف المشروع بالإمكان أنه يرسل هذه الجزئية إلى المهندس اللي موجود ضمن دائرة التصاميم أو دائرة الإشراف وهذا بدوره راح يطلع على المشروع الكامل ويشوف التفاصيل ويعيد إرسال إذا أكو تعديل أو توضيح أو تفصيل معين إلى المهندس بالموقع أيضاً أصبح بالإمكان التكامل بين تقنية البي آي ايم والتقنيات الوقرامة الجي آي اي اس أو تقنيات الصور الفضائية اللي موجودة ضمن جوجل ايف حيث نستطيع إعادة تمثيل التخطيط الحضاري لمبينة كاملة بطرقها بأبنيتها بمساحة القبراء وغيرها مما يتيح إمكانية كبيرة لتبادل المعلومات وتوفيقها ضمن صيغة ملف واحدة والآن العمل جاري على صيغة أكثر تقدماً منها نسميها الـ Universal 3D واللي هو ملف الشامل لكل أنواع البيانات ويجمع أكثر من تقنية يعزز بها إمكانيات البي آي ايم في تمثيل الأبنية وتعزيزها بالبيانات المطلوبة هذه واحدة من الصياغ اللي ممكن تستخدم بحيث الإمكان تدوير المبنى والحصول على التطاصيلة الكاملة نلتقيكم بالجزء الآخر من المحاضرة بحيث الإمكانيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر